بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة زي ما وعدنا حضراتكم بنكمل مع حضراتكم حل في كتاب المعاصر ودلوقتي معنا من صفحة 21 لغاية صفحة 30 بقيت الفكاب بتاع lesson 1 وتو من الوحدة الأولى مع حضرتك زي ما انت شايف أول الكلام معك كمبنسيت كمبنسيت أصلا خدناها في الكلمات الأول يعني يعود يبقى معها كلمة financial يعود ماليا demand يطالب يطالب بإيه بقى a better pay يطلب مرتب أفضل أو أجر أحسن do a sport يمارس رياضة معروفة do an amazing job يقوم بعمل رائع find a chance for يعني يجد فرصة لي بعد كده follow the correct route follow the correct route يعني يتبع المسار أو الطريق الصحيح أو يأخذ الطريق الصحيح have a bigger emotional effect on يعني له تأثير عاطفي كبير على وبعد كده have a copy of يعني يكون عنده نسخة من حاجة highlight the problem يعني يبرز المشكلة أو يوضح المشكلة أو يلقي الضوء على المشكلة make a lot of money يعني يكسب فلوس كتير make it clear that يجعل من الواضح أو يوضح on the rights to يعني عنده الحقوق أو يملك الحقوق في الطباعة مثلا يملك حقوق الطبع والنشر on the rights to pay a large sum of money يدفع مبلغ أو مقدار كبير من المال على اليمين يقول لك put in place يحط الشيء في مكانه الصحيح put in prison يعني يحبس أو يسجن أو يحط في السجن receive a punishment يتلقى عقاب أو يتعرض لعقوبة بسبب كذا receive warnings from يعني يتلقى تحذير rewind the surprise يعني يحرق المفاجأة أو يبوز المفاجأة send by air يرسل بالطيارة أو ينقل بالطائرة send by ship وهكذا ينقل بالسفينة share on social media يعني يشارك على وسائل التواصل show online يعرض الحاجة على الانترنت tell the media يخبر وسائل الإعلام يا الله أعلم عرفوا الخطة بتاعتنا منين وقالوها لوسائل الإعلام tell the media violate يعني ينتهك copyright law قانون حقوق النشر والملكية when running races يعني يفوز بسباقات الجاري وخش على طول في التمارين الأمور سهلة وطيبة جدا إن شاء الله يقول له حضرتك the government mint الحكومة when not those who lost their homes الحكومة هتعمل ايه في الناس اللي فقدوا بيوتهم in the air quake في الزلزال financially ماليا ايه الكلمة اللي ايجت مع financially نجابة نميرتسي compensate الحكومة هتعوض الناس اللي خسرت بيوتها ماليا هتدين فلوس رقم اثنين one of the ways to nukat problems احد الطرق لنقاط المشاكل is to discuss them انك تناقشهم on social media على وسائل التواصل and talk shows وبرامج العروض بتاعت التوك شو يبقى هنا ايه الكلمة اللي جات مع problems الاجابة نميرت بيه highlight ان انت تبرز او توضح او تظهر المشكلة او تلقي الضوء على المشكلة ثلاثة the warning we نقط from our teacher التحذير اللي احنا نقط من المدرس بتاعنا made us all work hard خلينا كلنا نشتغل بجد ايه الكلمة اللي جات مع warning قلنا received اللي احنا تلقيناه او اخذناه من المعلم خلنا نذاكر اربعة jk rowling ده مين بقى the rights to harry potter series سلسلة harry potter طبعا ده يبقى الرجل ده بيملك الحقوق the rights يبقى لجابة نميرت ايه owns يملك حقوق البث بتاعت harry potter يبقى لجابة نمبر فايف بيقول لك i wish i know هو نقط the media about our secret plan والله هنعايز اعرف مين نقط الاعلام عن الخطة السرية بتاعتنا لسه ايلنها told the media يعني اخبر وسائل الاعلام نمبر سيكس بيقول لك فيها you have the right عندك الحق او لك الحق تو نقط your rights ان انت نقط حقوقك بس في الاول يا حبيبي carry out your idiotis نفذ واجباتك انتليك الحق ان انت نقط بحقوقك بس في الاول الاعمل واجباتك يبقى هنا بيطالب بالحقوق يبقى لجابة نمبر سي demand your rights number seven بيقول لك it's a crime انها جريمة when the copyright law عندما قانون حقوق النشر is يبقى violated ينتهك يا بستر بس هي ما كانتش كده في الكلمات كانت violate the copyright law هنا مبنية للمجول is عايز هنا تصريف ثالث علشان تبقى مبنية للمجول في المضارع البسيط يبقى قانون حقوق النشر is violated ينتهك بيقول لك number eight the security cameras الكاميرات بتاعت الامن have already been nقط in place بالفعل تم نقط في مكانها put وضعت highlighted وبرزت أو وضحت done فعل التول دي بقى put in place يعني يضع الشيء في مكانه وتسعى the emotional effect التأثير العاطفي our family how is نقط اللي بيت العيلة بتاعنا نقط انقص علينا is what stops us from selling it هو اللي منعنا من ان احنا نبيعه يبقى انت لسه آيل من دلوقتي في الكلمات the emotional effect have بس the family how is ده مفرد يبقى ياخد has يبقى التأثير العاطفي الذي يمتلكه بيت العيلة هو اللي منعنا ان احنا نبيعه number ten و last one في الفقرة دي بيقول لك الكثير من المال has been بواسطة الاعمال بتاعت الاتصالات يبقى make money made كثير من المال تم استثماره او اتعمل بسبب الاستثمار في البزنس بتاع الاتصالات تعالى بقى الورد synonym وبعدين الورد antonym الكلمة ومرادفها والكلمة وعكسها اول حاجة كلمة كجوالتي لها ثلاث معاني وده فعلا الورد في القوامس بس انا قبل ما اقول لها حضرتك حاجة هي في المعنى الاول والتاني معدود لها مفرد ولها جمع اما هنا غير معدود غير معدود في المعدود كجوالتي بيبقى معناها حالة وفاة ودية مرادفها mortality او death اما لو ضحية متضرر يعني مش ضروري يكون متوفت بقى يبقى بنقول عليه victim ضحية او sufferer معاني اما كجوالتي فبيبقى معناها قسم الطوارق وفي الحالة دي بنتقاش معدود وبيبقى اسمه بيستخدموها في البرتش انجليش وفي الامريكان او في بقية الدنيا بيقولوا عليها emergency يعني هتروح بريطانيا تلاقيهم بيقولوا عليها كجوالتي في بقية العالم كله اي انجليزي تاني استرالي نيوزيلاندي امريكان بيقولوا emergency المهم ان عند حضرتك ثلاث معاني للكلمة كجوالتي عرفت منهم المعدود ومين غير المعدود والمراضف بتاعهم cheat الغشاش هو البني ادم الغشاش الشخص الغشاش بنقولوا عليه cheater اذا cheat بتساوي cheater او deceiver مخادع compensate for يعني يعوض وعلى فكرة كلمة for ممكن تستخدم وممكن لا compensate before او من غير for الاتنين صح معناهم يعوض يبقى معناها make up for وخلي بالك منها يعني يعوض demand يطالب بتساوي call for ينادي بي او ask for يطلب او request يطلب نوزي متطفل او فضولي حشري بتساوي curious او inquisitive inquisitive يعني استفساري او كتير الاسئلة occur يحدث بتساوي happen بتساوي take place بتساوي exist كمان اهي يتواجد او يوجد او يحدث طيب ده اللي بعدها بكلمة ruin يعني يدمر اللي هي destroy يدمر وخلي بالك من الكلمة دي حرف W silent اسمها Rick بالذات مع السفن والحطم هي destroy هي Rick بعد كده with baited breath احنا قلناها اللي هي معناها بفارغ الصبر اللي هي in a nervous and excited state في حالة مليئة بالتوتر والحماس في نفس الوقت violate يخالف او ينتهك ينتهك او يخالف او يخترق القانون اللي هي بتساوي break او disobey يكسر القانون او يعصي disobey يعني يعصي القانون تعالك المعكسة pirated يعني مقرصا او مسروق مسروق حلو بل عكسها اصلي genuine او legal قانوني او اصلي او شرعي ruin يدمر عكسها restore يستعيد او ينقذ او save طيب وbuild يبني وكونوا struct يبني او يشيد طبعا ما هو اصلا ruin معناها يدمر يبقى معناها لو معناها يدمر ينفع يبقى عكسها build يبني او construct ينشئ او يشيد وبيبقى معناها برضو يدمر ينفع يبقى معناها يسترد او يستعيد او يلقذ الحاجة من انها تخرب او طبوز violet يخالف او ينتهك عكسها comply with يعني يتبع respect يحترم follow يتبع يبقى تخلي بالك من الكلمة ومرادفها والكلمة وعكسها عليها اسئلة حتى شوف قدام حضرتك اسئلة long man اللي خاصة بالموضوع ده مهم يقول لحضرتك في number one بيقول لك I applied for the new job انا تقدمت للوظيفة الجديدة and I am waiting for the answer ومستنى الرد منهم to my application على الطلب بتاعي with baited breath بفارغ الصبر ده معناه this means that I no longer expect that I will get the new job خلاص ما عندش متوقع ان انا نجيب له اخذ الوظيفة I am waiting hopelessly انتظر بلا امل to get promoted علشان احصل على ترقية I am in nervous and excited state انا في حالة مليئة بالتوتر والحماس anticipating متوقعا what will happen ما سيحدث I am sure I will get the new job انا متأكد ان انا هحصل على الوظيفة يبقى رجابة نمرتسي حاسس بالتوتر وفي نفس الوقت متحمس متوقع نتيجة كويسة او ما سيحدث نجي بعد كده على number two بيقول لحضرتك a successful journalist الصحفي الناجح must be mousy لازم يكون حشري and interested in people ومهتم بالناس this means that ده معناه ان هي ارشي هي ارشي ده عايدة على الصحفي سواء كان راجل او ست has to be لازم يكون ايه not curious and ambitious ما يكونش فضولي وطموح must be لازم يكون curious فضولي and inquisitive وكثير الاستفسار cheerful مبتهج and forgiving ومتسامح unenthusiastically يعني غير متحمس او بينتظر بدون حماس for good news للاخبار الجيدة طبعا الاجابة نمرت بيه انه يكون فضولي وكثير الاسئلة number three the new traffic low القانون بتاع المرور الجديد aims to reduce يهدف الى تقليل road casuality ضحايا الطرق وخلي بالك انه جايبة هنا جمع the word casuality كلمة ضحية هنا in this sentence في هذه الجملة is a synonym of هي مرادف لإيه this is وفيات victims ضحايا emergency طوارق طبعا هتبقى الإجابة نمرت ايه وبي لان this is وفيات هي victims ضحايا number four بيقولك I never download pirated material انا ابدا ما بنزلش او ما بحملش مواد مسروقة pirated او مقرصنة in this sentence في هذه الجملة pirated مسروقة او مقرصن is an antonym اصحى للسؤال عكس ايه مسروقة او مقرصن عكس genuine اصلي اللي يجال غير قانوني efficient kuf destroyed مدمر يبقى إجابة نمرت ايه genuine اصلي number five نقط is too rick as nosy is too curious ايه السؤال ده السؤال ده حضرتك بتعود عليه من اولا سنوي وتانية سنوي هي nozy و curious مش لاتنين معناهم فضولي او حشري اه يبقى لاتنين دول مرادفات نفس المعنى اذا هو عايز كلمة ريك اللي هي يدمر او يحطم معنى ايه معنى restore يستعيد save ينقذ ruin يدمر violet ينتهك بل اجابة نمرت see ruin يدمر تعال على number six بيقولك فيها the ship السفينة was ruined دمرت in a storm في عاصفة in this utterance في هذا المنطوق او في هذا السياق the verb ruined تخطمت او دمرت can be replaced by اقدر استبدلها استبدلها يعني عايز معناها restore استعيدت rick حطمت saved انقذت a و c يبقى الاجابة نمرت b rick حطمت لان ruined دمرت هي هي rick يبقى الاجابة نمرت b تعال بعد كده للصفحة اللي بعدها صفحة 24 حتلاقي number 7 اخر سؤال فيها بيقول a good citizen المواطن الصالح never ابدا violates ينتهك لا ينتهك ابدا the law القانون ده معناه ان the good citizen المواطن الصالح always دائما يبقى هنا كان بيقولك ابدا لا ينتهك يبقى دائما ايه دائما يطيع او يتبع follows the law يتبع القانون breaks the law يكسر القانون دسوبي يعصي القانون واركس اجينس تعمل ضد القانون يبقى اللي جابا نمرت ايه follows يتبع القانون تعال بقى حضرتك نبص على الشكل او الجزء الجميل اللي علينا ده جزء المشتقات وجزء المشتقات لو حضرتك مش مستوعبه كويس او مش عارف ازاي تحل سؤال المشتقات في المكان ده كده اهو اهو هسيب لك فيها اللينك بتاع فيديو ازاي تحل سؤال المشتقات اتفرج عليه وبارجع بقى اكمل الجزء ده هنشوف يقول لك فيها ايه announce ده بمعنى يعلن او يقربي طب لو اسم والله عندي اسمين لو الاعلان نفسه يبقى اسمه announce cement لو الشخص المعلن او المزيع بنقول عليه announce سر طيب لو معلن حاجة معلنة اسمها announced معلن announced دي صفة لكن كمان في عكسها unannounced يعني غير معلن او سري بس في مشكلة مستر انها في الاد او اللي هو الظرف او الحال يعني جايب برضو unannounced يعني سرا او بشكل غير متوقع اعرف ان الاجابة اد ظرف ولا unannounced صفة منين لو عايزها تطلع صفة اجابتك تطلع صفة لما يكون جاي معها فعل من الافعال اللي بيجي بعدها صفات زي فيربيتو بي وزي سيم وزي لك او لو سبقت اسم او لو سبقت ايه اسم يبقى كده دي صفة طب امتى تبقى ظرف يا مستر او حال لما تبقى جاي بعد فعل لو جاي بعد فعل جاي توصف فعل خلي بالك بالكلام ده عشان عليه سؤال تشيت هي هي تشيت بمعنى يغش او يخدع او غش تنفع فعل واسم لكن كمان تشيتر هي كمان معناها غش طب تشيتنج بقى الغش نفسه تمام كليم يزعم او يدعي او يطالب ده فعل طب وهي هي كليم يعني زعم او ادعاء او مطالبة اسم تعال بعد كده على كلمة investigate ده فعل بمعنى يحقق فيه طب المحقق اللي بيحقق investigator طب التحقيق اللي بيتم investigation طب تحقيقي investigator investigator يعني يعني تحقيقي يعني حاجة بيتم التحقيق فيها شيء لسه تحت البحث والتحقيق occur يحدث occurrence يعني حدوث pirate يقرصن فعل و pirate هو هو القرصان والpiracy يعني القرصان او الاستلاء على اعمال الغير pirate يعني مسروق او مقرصن صفة shock يصدم فعل وشك صدمة اسم يبقى شك نفع فعل واسم shocking صادم وشك مصدوم ايه الفرق يا مستر لما ده صفة ودي الصفة الصفة اللي فيها ING بتوصف الشيء الشيء انه صادم وممكن برضو توصف الشخص لما يكون بيسبب الشعور بالصدمة انما shock دي مصدوم دي بتوصف الاحساس او الشعور الذي يشعر به الانسان يبقى لما تبقى انت مصدوم تقول shock طب لما تشوف حاجة قدامك صادمة لخ صادم تعبير صادم حاجة صدمتك الصادم ده بنقول عليه shock تعال على كلمة سبن وخلي بالك منها عشان كلمة امتحانات سبن فعل بمعنى يدور حول نفسه يلف او يدور اهي وبتيجي قلنا فعل بمعنى يلفق او تلفيق او خلط الامور وكمان بتيجي بمعنى يغزل الغزل بتاع زمان الستات القبار القدام بتاع زمان امهات وجدتنا كانوا بيجيبوا خشب على شكل مخروطي ويلفوا عليها الخيط ويغزلوا بها اسمها المغزل ويغزل يعني وهي هي كلمة سبن معناها لفة او دورة ومعناها تلفيق او خلط الامور عشان كده كلمة سبن يعني دوار سبن صفة معناها دوار يعني كثير اللف او الدوران او بيدور او بيلف كتير تعال نجاوب الاسئلة ونشوف الدنيا هتودينا فين وزي ما قلت لحضرتك تابع الفيديو بتاع طريق تحل سؤال المشتقات هيعجبك جدا وحيفيدك كتير ان شاء الله بيقول وط نقط وحطت علامة تعجب علامة التعجب هنا لان وط مش معناها سؤال وط هنا معناها يا له من يا له من نقط باع لبضاعة منتهية الصلاحية معنا كده ان الرجل ده غشاش وط غشاش تنفع غشاش تنفع غشاش لأ احنا قلنا ان غشاش فوق معناها ايه قلنا فوق ان غشاش معناها الغش طيب انا كده عايز اقول انه غشاش يبقى لجابة نمرت دي ايه وبي لتنين صح رقم اثنين نقط عن طريق الانترنت يعاقب عليها بواسطة القانون يبقى هنا بقى بيتكلم عن الغش يبقى لجابة نمرت سيه صح تشيتينج معنا في صفحة خمسة وعشرين الجملة رقم تلاتة بيقول لك معلش انا آسف يا جماعة حضرتك عندك قبل النقط ذا وذا دي يعني ل وتأتي قبل الاسم يبقى انا عايز هنا اسم جميل الموضوع بسيط اخوان جدا والله ده نقط نتائج الامتحان متوقع أنه يحصل تمور بكرة النوانس ده يعلن يبقى كده غلط انا عايز هنا اسم ده فضل اثنين اسم عن النوانس غير معلن ده معك النوانس معلن ونوان سمنت اعلان هم دول اللي انا احطر بينهم لان هنا عايز اسم الاثنين اسم النوانس معلن او موزيع ونوان سمنت الاعلان نقط بتاع نتيجة الامتحان متوقع بكرة يبقى ايه بقى المعلن بتاع النتيجة ولا الاعلان لجابة نمريتس النوان سمنت الاعلان رقم اربعة النوان نقط الاخبار على التلفزيون محتاج ان يكون متحدث جيد يبقى هنا بيتكلم عن مين بقى عن المزيع او المعلن يبقى الاجابة مريتس النوانس يعني مزيع الاخبار خمسة السلطات المحلية والسوفاء وحضرتك عارف انه اللي دوت بيجي ورا الفعل في المصدر يبقى انا عايز في النقط هنا فاعد بس كده اللي هي اسباب قطع الطيار الكهربائي يبقى سوف تعلن السلطات المحلية سوف تعلن اسباب قطع الطيار يبقى الاجابة نمريت ايه النوانس شكرا ستة يعني فريق وصل بشكل سري وصل بشكل غير معلن غير معلن ان ان تت هذا texto في هاتelcome عن النوانس تنفع صفة و أن ظرف يبقى شكرا لا تنفع و ناوين ما تنفع فضل adjective ولا adverb حضرتك هنا في verb to be أو unnawnted دي سبقت اسم لا ده unnawnted يجد بعد فعل يا مستر وما فيش هنا لا verb to be ولا فعل من الأفعال اللي بيجي بعدها صفات ولا جاية بعدها اسم توصفه بس كده يبقى unnawnted دي adverb دي بظرف أو حال لأنها جاية بعد فعل والحال يصف الفعل سبعة ده بوليس الشرطة kidnapping children in this area حلوة قوي بالروحة كده ونمشي مع بعضين كلمة كلمة ده بوليس الشرطة فاعل kidnapping children خطف الأطفال مفعول in this area في هذه المنطقة يبقى دي فاعل الشرطة kidnapping children خطف الأطفال مفعول in this area في هذه المنطقة دي تكملة الجملة يبقى أنا عايز هنا فاعل جملة نقصها فاعل يا جماعة يبقى الشرطة بتحقق investigate يحقق investigation تحقيق investigators محققين investigator تحقيقي يبقى لجابة نمرة ايه investigate نمرة تمانية two police نقط are looking into the kidnapping of children in this area يبقى كده الموضوع اختلف اتنين شرطة نقط are looking دي الفعله looking into يعني بيحققوا the kidnapping الخطف of children بتاع الأطفال يبقى أنا عايز هنا إيه بقى عايز هنا إيه بقى عايز أكمل الاسم ما هو الفعل موجود are looking into يبقى كمل الاسم بتاعي توب وليس إيه investigateors اتنين من محققين الشرطة 9 kidnapping the children in this area الخطف الأطفال في هذه المنطقة is under تحت تحت ايه عايز اسم بعد تحت تحت التحقيق under investigation تحت التحقيق الإجابة نمرت بي 10 earth quakes are common in this japan I'm sorry يا مستر مع جرب بي are common شائع أو منتشر صفة يبقى الصفة عايزة توصف ايه وراها توصف اسم الزلازل تكون شائعة الحدوث ان جابان في اليابان يبقى common occurrence عايز اسم هنا حدوث اما هنا في نمر 11 earth quakes الزلازل very often كثيرا ان جابان في اليابان هنا عايز فعل الزلازل نقط كثيرا في اليابان عايز يقول تحدث في بل اجابة نمرت سي او كار 12 I was not by his violent reaction انا كنت نقط بواسطة رد فعله العنيف حضرتك كنت ايه كنت مصدوم يبقى شوكي طب نمر 13 his violent reaction رد فعله العنيف كان ايه بالنسبالي كم صادم يبقى هنا هاخد شوكي يبقى انت خدت الصفة اللي فوق امه ايدي لان دوت شعوره انا كنت مصدوم انما هنا بالنسباله بقى بيقولك ان رده الفعل العنيف كان ماله كم صادم يبقى الاجابة نبدأ بي شوكي نكمل في صفحة خمسة وعشرين مع حضرتك هتلاقي as for as يعني على قدر او نفس المسافة نفس البعد at a lower price بسعر منخفض او اقل at low cost بتكلفة منخفضة at midday خلي بالك من حرف الجر at مع midday في منتصف النهار لانها ساعة محددة منتصف النهار يعني الساعة 12 الظهر be about three times more يعني يكون ثلاثة اضعاف تقريبا يكون اكتر بثلاثة اضعاف be due to يعني يكون من المقرر أن او يكون هو يعني معاده او يستحق موعده او من المقرر انه يكون في الوقت ده large sum of money مبلغ كبير من المال long awaited ending حلوى اللي هي النهاية التي طالا تظارها النهاية المنتظرة بقى لها زمان on other sites على مواقع اخرى on social media على وسائل التواصل on the internet على شبكة الانترنت pirated digital copy يعني نسخة رقمية مقرصانة او مسروقة طيب صفحة 26 هتلاقي بقية الكلمات والتمدين تحتها اللي قولت be punished by law يعاقب بوسطة القانون great bitter lakes البحيرات المرة العزمة البحيرات المرة دي عندنا في جمهورية مصر العربية على قناة السويس زي بحيرة التمساح وغيرها وانتو طبعا قدر مني بالذات الجماعة بتوع الادبي great bitter lakes يعني البحيرات المرة العزمة business products منتجات تجارية crime court محكمة جنيائية اهي او محكمة جنيات crime of piracy جريمة القرصانة this lee hollows او the deadly بدل this اللي تنفع hollows يعني المقدسات القاتلة extreme adjectives يعني صفة قوية او صفة شديدة for ages لمدة طويلة in a dishonest way بطريقة غير امينة in addition to بالاضافة الى in here late 20s في نهايات العشرين او في اواخر العشرينيات من العمر internet sheet اللي هو الغش الالكتروني او الغشة عن طريق الانترنت على اليمين بيقولك possible casualties يعني الخسائر المحتملة return to normal يعود للوضع الطبيعي send storm معصفة رملية seriously ill مريض بشكل خطير او مريض بشدة square meter يعني متر مربع strong wind رياح قوية that's because ذلك لان the true cause of السبب الحقيقي the whole book الكتاب الكامل 20 year old student الطالب يبلغ من العمر 20 عاما وخلي بالحضرتك انه هنا مستخدم 20 year old دي كاملة كده مستخدمها صفة للتلميذ وعند استخدام العدد كصفة لازم تعمل حاجتين تحط شرطة بين كلمات العدد وفي نفس الوقت لا تجمع الاسم اللي مفروض يتجمع 20 years لا هتقول 20 year old وتشيل الاس من year وتحط الشرطات بالشكل اللي قدام حضرتك ده او الداشز او الهايفنز اللي قدامك wait with beated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر او يعني بنفاذ صبر علشان خاطر متلهف او متشوق او منتظر الحاجة تحصل بسرعة والوقت بيعد عليه وهو متحمس ومتوتر encourage 2 يعني يشجع an find out يكتشف get into ينخرط فيه او يدخل give up يستسلم او يتخلى عن او يتوقف عن حاجة يبطل مثلا تدخين pass through يعني يمر من خلال plan 2 يخطط an refer to يعني يحيل الى يحول حاجة لحد المدير مثلا قدامه تقرير طويل جدا 20 صفحة مش فاضي يقرأ فهو ادى للسكرتيرا علشان تلخص له في صفحتين ولا حاجة يبقى يحيل الى refer to travel past يعني يجتاز او يمر باللوار مهم اقلب لك منها wait for يعني ينتظر او يستنى حاجة تعال اما نشوف الاسئلة في منتستفور يقول لك فيها يتوك a short route يا ابن اللذينة اتخذ مصار قصير خد حتة كده short cut يا معلم so he didn't run as as other runners عشان كده هو لم يجري بنفس المسافة اللي جريها العداء الاخرون يبقى as for as الاجابة من المرسي مجريش نفس المسافة a good teacher encourages students انتعار فوق encourage to encourage to يبقى عايز الفعل في المصدر encourage to work المدرس الجيد encourage students to work hard ان هم يعملوا بجهة ثلاثة سما is a five نقط old child كده child طفل وديت كده موصوف وعايز هنا صفة وانا قلت انه لما يستخدم العدد كصفة هتاخدها بدون s خالص يبقى يير old يعني ايه ترجمتها يعني سما تكون طفلة ذاتة الخمس سنوات او عندها خمس سنين ملاش في ليها وصف انها طويلة او قصيرة او شقرة او صمرة او امحية لا الصفة الليها الوحيدة اللي عايز يوصفها بها هي العمر فهنعمل له ايه اربعة i found the report long انا لقيت ان التقرير طويل so i referred it to اهو refer to to the secretary to summarize it عشان تلخص خمس you can find all types معلومات على الانترنت number six بيقول لك فيها why are you looking for my keys اثناء البحث عن مفاتيحي i found the note that اكتشفت ان there were some important documents ان في بعض الوثائق الهامة under the disk تحت المكتب find the wait found the wait يعني اكتشفت ان في بعض الوثائق الهامة تحت المكتب سبعة بيقول لك they agreed to meet midday خلاص midday at midday في منتصف النهار no ship could travel no out ever given ما فيش سفينة عرف التعدي او تتخطى سفينة ever given لانها كانت تسدى القناة it blocked the channel يبقى past اللي هي P-A-S-T travel past نعم past دي معناها يلزق ومعناها معجون سنان ومعناها اي معجون معجون طماطم tomato past و past يعني يمر ويبقى الاجابة عند حضرتك travel past يعني تتخطى او تعدي من قدامها تعال على الفرق بين announce و advertise واخدناه في الفيديو اللي فات قلنا announce يعلن اعلان للتبليغ بغرض تبليغ او اخبار الاخرين اعلان تجاري بيعلن عن سلعة investigate وتشك الله يكرمك خلي بالك ان investigate بتسوي look into عشان يسألك عليها بعد شوية look into وتشك قلنا معناها يراجع طب الفرق investigate تحقيق يا باش عايز يوصل للحقيقة الوصول اقول لك معلش استنى كده ما اشوف عندنا سكر جوه ولا ما فيش اشوف التفاح اللي في التلاجة خلص ولا ما اخلص يتحقق من او يفحص للتأكد من صحة او سلامة او صلاحية او كفاءة check يبقى investigate 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 look into وخلي بالك من كلمة check accident في ارواح ماتت وممتلكات ممكن تكون انبوزت او تسرقت طيب نما incident مش ضروري يكون في الارواح في الممتلكات بس يقد يؤدي غير متوقع يؤدي الى خسائر في الممتلكات بس نما بتاع الارواح والممتلكات ده accident نما incident واقعة او حادث عارض او حدث مش بيؤدي الى خسائر في الارواح لكن ممكن يؤدي الى خسائر في الممتلكات incident ممكن تنفع معناها ازمة او نزاع بين دولتين حدث عارض او incident بمعنى نزاع بين دولتين خناء بين دولتين event حدث او مناسبة هامة ممكن اي تعليق على الاحداث السياسية الحالية مناسبة اجتماعية هنعيد هنجتمع في شم النسيم الكلام اللذيذ مؤعيد ميلاد اي انفايت اول ماي فرنس انا باعزم كل صحابي بمناسبة عيد ميلاد او بمناسبة زفاف اخت يبقى دي مناسبة اجتماعية تعال على نقط بين البلدين او الدولتين نتج عن هجوم بالقرب من الحدود يبقى دي هنا incident لانه نزاع بين دولتين صفحة 28 رقب اتنين بيقول لك ويميت توسيبريت احنا بنتقابل علشان نحتفل ده نقط نجح اخويا تبقى دي مناسبة كل القرارات الرسمية على القناة الاولى تبقى دي ادفرتيز او طبعا يعلن عنها الاعلان الرسمي اما ادفرتيز ده غرض تجاري اربعة اول منتجاتنا على الموقع الالكتروني بتاعنا طالما الرجل بيتكلم عن منتجات وعلى الوеб سايت الكلام تجاري اعتقد ان ما عندناش اي تفاح فاضل هيروح انفستيجيت ولا يتحقق تشك يفحص او يراجع او يدقق او يتحقق طلوع تبص في الحاجة دي بقى يعني اتحقق فيها بل اجابة نريد انفستيجيت خلي بالك تعال عليكم بنسيت عارفينها و قلنا يطالب وانت بعد كده حضرتك تقدر تقرأ الكلام دوت ما اعتقدش ان في حاجة احنا قلنا الكلام ده كله تقريبا طيب تعال وخلي بالك من كلمة سبين اهيه بمعنى ايه التلفيق او تزيين الكلام او المغالطة خلي بالك منها وسبين قلنا يغالط او يلفق وقلنا معناها لفة او دور او يدور او يلف مفيش جديد طيب التمرين اللي قدام حضرتك الرائع الخمس جمل دول مجاب عنهم بس احنا يعني هنحل لهم مع بعض ونفسرهم يقولك في رقم واحد اللي هي الادفانس دي يعني فبرضو الناس طلبتها مننا السنة اللي فاتت وانحنا كنا مقصرين في النقطة دي بنحاول اننا ما نقصر الشيء ان شاء الله ونعوض اي تأثير كان حصل السنة اللي فاتت في ان الدفعة الجديدة بإذن الله انها هتتمتع طبعا التأثير مننا السنة اللي فاتت يا جماعة ما كانش بسبب بتبقى كان ساعات امراض وعية يعني انا اتعبت مرة واثنين مسلا السنة اللي فاتت حاجة التانية ان الكتاب كان نازل متأخر والمنهج كان جديد فكنا في بعض التأثير اكيد لكن ان شاء الله بإذن الله هنحاول ان احنا نجبر التأثير دوت مع الدفعة الجديدة لان احنا بدقين بدري وان شاء الله متعوضة بإذن الله رقم واحد بيقول لك الكاتب اي حد بيكتب اي حاجة لازم ان هو يقدم دليل علشان يثبت هز ارهير ايه بقى يثبت ايه الكاتب كلم مزاعمه او ادعاءاته كجولتي يعني قلنا معناها ضحايا الكاتب من دول لازم يقدم دليل ليثبت مزاعمه او ما يزعمه اثنين هير فلوينسي الطلاقة بتاعتها الفصاحة في الكلام وزكاءها نقص الخبرة يبقى انا دلوقت هي ما عندهاش خبرة بس ما شاء الله عليها هي زكية وعندها طلاقة ولباقة يبقى كده بتكلم على كلمة يعوض فين مفيش مفيش بس في عندك نمرت بتساوي تلات نقص 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 يوم اجازة تعويضي وين اجازة فولز لما بيبقى معادل الاجازة القومية او الاجازة الرسمية جاي يوم جمعة يعني مثلا عيد الثورة جاي يوم جمعة لا خلاص ممكن ندي الناس بدلوا يوم الخميس او يوم الحد اجازة فبيبقى يبدون حاجة اسمها دي اوف دي اوف يعني اجازة اجازة تعويضية ما هو كده كده اصلا ان يوم الاجازة كان جاي يوم الجمعة فهتبقى الاجابة نمرد بي كمبن ساتري يعني تعويضي اربعة كتعويض تمام كده عن الاسبوع الزحمة بتاعهم ولاد بيذكروا كتير في المدرسة وبيتعبوا فالاسبوع الزحمة او المشغول بتاعهم ده اي تيك ماي تشيلدرن باخد اطفالي اون بوت تريبس في رحلات بالقارب كل اسبوع فعطلة الاسبوع اروح واخدهم كده ايه تعويضا باي وي اوف كومبنسيشن بطريقة تعويضية او تعويضا للاسبوع المزدحم ده واخدهم اجازة يطلعوا رحلة خمسة اي لما خبطني على دماغي الدنيا بدأت تلف بيا صح مش ده اللي بنقوله هو ده اللي احنا عايزين وي ايه ايه ده روم بدأت تلف الدو بدأت تلف ما اللي هو تعبير ايه يدل على ان انت بدأت تشعر بالدوار او تشعر بالدوخر زيما انت بتقول الدنيا بدأت تلف بيا او يلفت من حوالي علشان بدأ يستعد من خط الدماغ وانه يغم عليه او يقع في الارض تبقى لجابة هنا بمعنى ان الدنيا او القوضة بدأت تلف حوالين منه يعني يقصد انه هو من اثر الخط على الدماغ وبكده نكون خلصنا لغاية صفحة 30 ما تنساش لايك وشير وشير ودعو